بدعوةٍ مصريةٍ كريمة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تستضيف القاهرة الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني وأعرب الرئيس سيسي لقادة وممثل الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الجولة يشارك فيها قادة خمسة عشر فصيلاً وقوىً وطنيةً فلسطينية وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية ويأتي الحوار الوطني الفلسطيني في إطار حرص مصر على بذل كافة الجهود للعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على إجراء الانتخابات الفلسطينية كما يأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني